رفعت وبشكل كبير حقنة السدود بالمغرب وتوقعات الطقس تشير إلى دخول منخفضات أخرى قد تخلف فيضانات بالبلاد وفي التفاصيل يقدر الحجم الإجمالي للمياه التي استقبلتها مختلف السدود بالحوض المائي كيري زيزي غريس بعد التساقطة المطارية الأخيرة بعشرة مليون متر مكعب إلى حدود يوم السادس والعشرين من شهر غوشت الجاري حسب ما أفدت به وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس وذكرت الوكالة في مذكرة حول التساقطة الأخيرة أن الأمطار التي تهطلت في الفترة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين الجاري خاصة بالأقاليم تنغير وميدلت والراشدية رفعت حجم المخزون الماء بالسدود الكبيرة التابعة لمنطقة عمل الوكالة إلى أكثر من ثمانية وتسعين فاصل ثمانية مليون متر مكعب وهكذا بلغ حجم المخزون الماء في سد الحسن الداخل ثمانية وسبعين فاصل ثلاثة وعشرين مليون متر مكعب أي بنسبة ملء تصل إلى خمسة وعشرين فاصل ثلاثة في المئة يليه سد قدسة بحق